السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومن بين تلك العلامات أحبابي ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالصياط نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ظهور رجال يوكل إليهم حفظ الأمن في بلاد المسلمين وردع الظالمين والمفسدين لكنهم يتحولون إلى الظلم الشديد فيظلمون العباد ويضربونهم بصياط تشبه أذناب البقر وهم أعوان الحكام الظلمة عيازا بالله في بعض البلاد ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الأمة يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم صياط كأنها أذناب البقر يغدون في صخة الله يعني يخرجوا الصبح في صخة الله ويروحون في غضبه وفي رواية عند الطبران في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في صخة الله فإياك أن تكون من بطانتهم قدوا بالكم وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إن طالت بكم مدة أو شكة أن ترى قوما يغدون في صخة الله ويروحون في لعنتي أي يطردون من رحمة الله في أيديهم مثل أذناب البقر قال الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعة وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأما أصحاب الصيات فهم غلمان والي الشرطة ولذلك جاء الوعيد بالنار لأعوان الظالمين الذين يعذبون الناس بغير حق فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما صنفين أنا ما شفتهمش النبي يقول كده ما شفتهمش بس هيكونوا موجودين من هم قال رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسه أنك أسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا لكن بقى هنا ليتعليق بسيط على هذا الكلام لا شك يا حبيبي أن هذا الوعيد في حق من استخدم وظيفته من أجل ظلم العباد وحرمانهم من الحقوق أما بقى من استخدم وظيفته في أي مكان في العالم في أي مكان من بلاد الدنيا أما من استخدم وظيفته من أجل رفع الظلم عن المظلمين ومن أجل تفريج هم المهمومين وكرب المكروبين ومن أجل حماية المواطنين واستعمل منصبه في مرضات الله فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد أبدا بل له الأجر والثواب والمثوبة بفضل الله بقدر حماية الناس وبقدر رفع الظلم عنهم وبقدر إعانتهم على تحصيل حقوقهم بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى قدر توفير الأمان لهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الكلام ليس عاما في كل إنسان يعمل بهذا العمل لا فهناك من يظلم وهناك من يعدل فهناك من يأخذ حقوق الناس وهناك من يأتي للناس بحقوقهم هناك من يصيب الناس بالزعر وهناك من يوفر لهم الأمان فلا يستوي هذا مع ذاك اللهم إنا نسألك يا رب بأسمائك الحسنة أن ترزقنا الأمان في كل بلاد المسلمين وأن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته